نعم نستهلها بقطاع السكن تعيش عائلات بحي البرج المعروف بحي لصاص ببلدية تسنينة ولا تتيرت تحت وطأة الخوف والقلق نتيجة تضرر سكناتها والتشققات الكبيرة التي طالتها منتظرين دورهم في عمليات الترحيل التي تعد بها السلطات المعنية يقول ديان بن داود لا يزال العشرات من المواطنين يقطنون بالأحياء القديمة منها خصوصا أحياء أنجزت منذ الحقبة الاستعمارية كحي لصاص ببلدية تسنينة بيتيرت والذي لا زال مأوى عدة عائلات تشتكي اليوم هشاشة سكناته ونقص بعض المرافق الهم يقولون على لصاص يعني من أهل الاستعمار تقريب رحل من السبعة أو خمسين هكا كان يعني منطقة تأذيب هذه شكينا على الطريق مكانش مؤدي للبلدية زيد بصيفتها هذا سكن قديم يعني رأي عاني من هشاشة في سوالح ما متقدش تشوفهم بالنسبة قنوة الصرف حديث الحارج طريق الرافط بين حي البرج بلدية تسنينة لزاقصيدهم بزاف دي جمع عدنا ساموام الحتمات فيها تقول صغير تعصرنا في السلطات رحنا أهدرنا كاش أذان صغير فوعود المسؤولين تبقى حبرا على ورق حسب السكان الذين ينتظرون تجسيدها على أحر من الجمر رئيس البلدية رفض الرد في وقت علمنا من مصادر أخرى مسؤولة الاستجابة القريبة لجل مطالب السكان بهذا الحي القديم الذي تبقى قواعده شاهدة على حقبة استعمارية صنعت ويلات الشعب الجزائري من تعذيب وتنكيل تنتظر في أهد الاستقلال رد الاعتبار العزة والكرامة في وطن الشهداء